الحصاد من قناة الفلوج طابة وقاتكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوج أغرأوه عليكم عبد الرحمن النجار ومعكم أسماء زرمن والبداية كالعادة بأبرز العنوين قمة القادة العرب تختتم أعمالها في جدة وتشدد على تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات من جدة سودان يدعو لاحتواء الأزمات وإنهاء التوترات عبر العمل العربي المشترك كلنا ثقة بنزاهة السودان يقول شيخ الخنجر ويؤكد لن نتنازل عن حقوق أهلنا تقلبة النفط توسع عجز الموازنة وشارع يحاضر من الضرائب ستزيد النقمة الشعبية وبعد أربعة مواسم من العطش في ديالة الأمطار تنعش حصاد أبرز محاصيل العظام من جديد مرحبا بكم أكدت القمة العربية في بيانها الختامي دعم القضية الفلسطينية وحق دولة فلسطين في السيادة والأرض فيما حثت القمة والسلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة نعم وفيما يخص الشأن السوري شدد البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها مؤكداً التضامن الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال السودان ووحدة أراضيه رافضاً التدخل في شؤون الداخلية للبلاد العربية التي تشهد نزاعات سياسية هذا ودع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال كلمته في قمة جدة إلى طي صفحة الماضي وتجنب الخلافات التي عانت منها المنطقة لسنوات لا نسمح أن نتحول منطقتنا لميدان للصراعات ويكفي نطي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات السياسات المملكة الخارجية ولم تتوان مملكة وتتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقها المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدسة الشرقية من جانبه أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني هذه المرة خلال كلمته في أعمال القمة العربية في جدة أكد أن بلاده تدعم خطوات الحكومة العراقية لإعادة دور العراق في المنطقة مضيفا أن منظومة العمل العربية المشتركة بحاجة إلى تطوير دائم لمواجهة تحديات الدولية ما يستدعي تعزيز التعاون بينها أخوان القادر الحضور الكرام إن استقرار العراق استقرار لمطقتنا وأمنه جزء من أمننا القومي وإننا في هذا الصدد ندعم الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية بما يعيد للعراق دوره ومكانته ضمن محيطه العربي ويعزز استقاره وإزدهاره وسيادته على أراضيه ونتطلع للبناء على مؤتمر بغداد الأول ومؤتمر بغداد الثاني في تعزيز التعاون الإقليمي مع العراق وخلال كلمته في القمة العربية جدد رئيس الوزراء محمد شاع السوداني موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية مرحبا بالمبادرة التي تدعو إلى إنهاء الأزمة في السوداني يسعدني هنا أن أرحب بعودة سوريا الشقيقة إلى مكانها الطبيعي وهي خطوة أكدنا عليها ودعمناها منذ البداية لاعتقادنا بأهميتها على طريق إعادة الاستقرار في المنطقة ومن منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه كل أشقائنا في البلدان العربية نشدد على أهمية العمل العربي المشترك من أجل إحتواء الخلافات ومن واجبنا هنا ألا ندع السودان الشقيق ينزلق إلى أتوني الانشقاق والتناحر الداخلي ونرحب بمبادرات التي تدعو إلى إنهاء الاختتال هناك ونأمل أن تنجح الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة مثل ما نستبشر خيرا باستمرار محاولات تحقيق السلام في اليمن الشقيق ونجدد وقوفنا مع أشقائنا في لبنان من أجل تجاوز الظروف السياسية والاقتصادية كما نشدد على موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء الحق الفلسطيني في الأرض والسيادة ودع السوداني أيضا حكام وزعم الدول العربية دعاهم إلى حضور النسخة الثالثة والثلاثين من القمة العربية والتي ستعقد في بغداد مؤكدا أن العاصمة بغداد تتهيأ الاحتضان مؤتمر طريق التنمية الذي سيعزز الروابط تقول بين شعوب العربية والإقليمية يقول السودان يتوجب علينا جميعا أن نتحرى كل زوايا الترابط والتكامل الاقتصادي بين بلداننا وعلى هذا المسار سنستضيف في العراق مؤتمرات عدة لوضع الحجر الأساس لمثل هذا التعاون منها مؤتمر بغداد الفين وثلاثة وعشرين للتكامل الاقتصادي والاستقرار الاقليمي كما تتهيأ العاصمة بغداد هذه الأيام لاحتضان مؤتمر طريق التنمية ذلك المشروع الواعد الذي سيعزز الروابط والمصالح الجامعة لشعوبنا الأخوة وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو أتقدم لكم جميعا بالدعوة لعقد القمة العربية لعام 25 في بغداد دار السلام التي تتضلعه لاحتضان الأشقاء العرب في بلاد الرافدين وللمزيد ينضم إلينا الآن رئيس مجموعة المورد للدراسات الاستراتيجية سيد نجم القصاب أهلا بك ضيفي الكريم إذن قمة جدة ومخرجاتها سيد القصاب كيف تابعت هذه القمة المبهرة بالمتغير الجديد عودت سوريا إلى الجامعة العربية برعاية سعودية وبطلب جزائري أبدا تحية طيبة لك ولكل مشاهديك الكرام على ما يبدو هذه القمة تختلف عن كل القمة السابقة بسبب تواجد الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن كانت عزلة سياسية واقتصادية طيلة السنوات الماضية منذ عام 2011 بالتالي عودة سوريا إلى الحضن العربي ويكون هناك دعما عربيا على المستوى الدول الخليج ودول أخرى بالتأكيد هذه لربما تكون القمة الأولى فيها نوع من التصالح ونوع من المصارحات الأمر الآخر هذه القمة على ما يبدو أصبحت عربيا ودوليا عربيا بحضور الرئيس السوري ودوليا بحضور الرئيس الأوكراني سوف نأتي إلى ذلك سوف نأتي إلى ذلك هل يمكن ربما القول أننا أمام ربما منطقة جديدة ربما بوجود ثلاث متغيرات جديدة تقرب السعودي الإيراني برعاية عراقية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية برعاية جزائرية وأيضا توسع المتغير الثالث وهو توسع شركات العربية العربية يعني أولا حضور العراق في هذه القمة وحتى القمة السابقة ليس كحضور في السنوات الماضية العراق اليوم أصبح لائبا أساسيا ومهما لأنه استطاع أن يقرب المساحات والمسافات بين الجارتين الإيرانية والسعودية وهذا طبعا يصبح وينعكس إيجابا على استقرار العراق على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وحتى على المستوى الأمني نعم العراق اليوم بحضور الرئيس السيد السوداني والقاء كلمة وحتى طالبة الحكومة العراقية والوفد العراقي بحل المشاكل والأزمات داخل السودان ومناقشة الأزمة أزمة المياه لأن العراق اليوم يواجه أزمة من قبل الجارتين تركيا وسوريا وحتى أزمة داخل مصر بين مصر ودول مجاورة هذه الأزمات الحقيقة أزمة المناخية أزمة المائية أزمة الغذاء هذه كلها لربما الآن هذه القمة أنا قلت وأقولت تختلف لأن المواطن العراقي ونحن كمراقبين وكمواطنين حينما نسمع هناك قمة عربية نقول لا تختلف عن القمة السابقة فقط بروتوكول فقط السلام فقط جلوس فقط إلقاء كلمات لكن على ما يبدو هذه القمة أصبحت فيها مكاسب ومخرجات عربية ودولية طيب فيما تعلق بالمشاركة الدولية أوكرانيا اليوم بحضور زيلنسكي وأيضا روسيا برسالة بوتن تعليقك على ذلك سيد القصاب لماذا تمت دعوة زيلنسكي وأيضا تأكيد بوتن أقول على دعم الحلول السلمية في المنطقة يعني أولا حضور زيلنسكي والقاء كلمة هذه رسالة واضحة بأن الدول العربية في السابق كانت تمتثل للإرادة والقرارات الأمريكية الآن حينما تطالب أمريكا بتخفيض حصة أو مبيعات النفط من المملكة العربية السعودية لم تمتثل وكذلك العراق لم ينتثل إذن هذه الدول التي كانت في السابق لها تدخلات سواء من المحور الغربي أو الشرقي أصبحت متحررة على ما يبدو هذا التحرر سيجعل هذه الدول وهذه القمة أن تقرب لربما تكون هناك نوع من الوساطة العربية لحل الأزمة أو الحرب الأوكرانية الروسية بالتالي حضور زيلنسكي هو لا يعني تحديا لروسيا لأن روسيا لها علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية مع كل دول العربية لأن الرئيس البوتين الآن هو مقبول على المستوى العربي وعلى المستوى الأقليمي ولا يرغب العرب ولا ترغب الدول العربية بجعل نفسها جزء من الأزمة أو من الحرب الأوكرانية الروسية لنتعلمين الحرب الأوكرانية ليس بين أوكرانيا وروسيا وإنما بين روسيا وحلف الناتو وبين روسيا والولايات المتحدة بالتالي لا ترغب هذه الدول أن تخسر هذا القطب أو هذا المحور على حساب المحور الثاني طيب القمة القادمة ستعقد في العراق كيف سينعكس هذا التقارب الذي شهدناه ولمش شمل العربي على الملفات قيدة أتباحت الملف البيئي الأمن السبيراني وأيضا الأهم شأن الاقتصاد توقعاتك بالنسبة للقمة القادمة خصوصا وأننا نعيش عودة عراقية للساحة الإقليمية والآن العربية يعني ينبغي على العراق من الآن أن يكون هناك توحيد في الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي أمام هذه الدول العربية وأن يتحرر بالكامل والشامل من التدخل الخارجي سواء الإقليمي أو الدولي حتى يكون فعلا يكون العراق منطلقا وباستقطبا كل الشركات العربية والدولية للعراق يمتلك المال ويمتلك حقيقة البيئة التي تستقبل الشركات كيف تستقبل كيف تقوم بإدخال هذه الشركات حينما يكون استطاب بالأمين حينما يكون توامنا تشاركا بين القوى المجتمعية والسياسية للحكومة التنفيذية حتى لا يكون هذا رئيس الحكومة أو هذا الوزير محسوب على هذه الطائفة أو محسوب على الحزب اليوم العراق بحاجة إلى العرب والعرب بحاجة إلى العراق لأن العراق كان وما زال يمتلك تاريخا وجغرافيا واقتصادا وعقول حقيقة قد أفادت الدول العربية بالتالي استقطاب العقول العراقية والعربية والشركات أعتقد تصفي مصلحة استقرار العراق وبالتالي استقرار العراق هو استقرار المنطقة والعالم نعم رئيس مجموعة المورد لدراسات الاستراتيجية سيد نجم القصاب شكرا جزيلا لك الأخبار مستمرة زار رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر مظيفة وديوان قبيلة المفهد في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار نعم حضر اللقاء جمع غفير من شيوخ العشائر ووشهاء مدينة الرمادي وأكد الحضرون هناك ضرورة الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار والانطلاق إلى مرحلة البناء والإعمار كما أشاد بجهود شيخ الخنجر السياسية لإنصاف أبناء المدن المحررة وادعه إلى توحيد الموقف الوطني لخدمة الأنبار التي عانت خلال حقبة تنظيم داعش الإرهابية وخلال كلمة ألقاها في ديوان قبيلة البوفهد بالرمادي قال رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر إن طائفية والفساد والإرهاب أمراض جاءت مع الاحتلال ولم يعرفها المجتمع سابقا مشيدا بما قدمته محافظة الأنبار من تضحيات في سبيل حفظ سيادة البلاد والطائفية والفساد والإرهاب والتبعية كلها أمراض جاءت مع الاحتلال لم يعهدها المجتمع من قبل ولم نعرفها سابقا ولذلك تتشرف هذه المحافظة ورجالها بأن سجلت بأحرف من ذهب سجلت هذا الإسم الكبير في تأريخها المشرف المشرف بأنها كانت في مقدمة من دافع عن البلد وعن سيادة العراب كما أكد شيخ الخنجر أن تحالف السيادة لن يتنازل عن حقوق أهالي المناطق المحررة في مقدمتها إطلاق صراح الأبرياء في السجون وكذا كشف مصير المغيبين وإعادة النازحين وأيضا تحقيق التوازن بالدولة وفعنا الشعارات الأربعة التي لازلنا ملتزمين بها ولم تغيرنا الظروف ولا المصاعب ولا المخاطر وجعلناها كلمة حق مدوية في كل الأماكن وفي كل اللقاءات الرسمية وعلى رأسها إطلاق صراح السجناء الأبرياء من كل العراقيين ومعرفة بصير المغيبين وتعويض أهاليهم وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم دون أي عوائق وبكل كرامة ودخلنا في أكثر من تحالف وكان كل هدفنا وكان كل مطالبنا بعيدة عن المغانم والمناصب وكشف الشيخ الخنجر عن وجود نوايا صادقة داخل تحالف إدارة الدولة لرفع الظلم وتحقيق تطلعات أهالي المناطق المحررة عبر العمل الجادة نحن نؤمن بعد هذا الاتفاق في اتلاف إدارة الدولة على هذا المسار أننا على الطريق الصحيح وأن هناك نوايا صادقة في تنفيذ كل هذه الاتفاقيات ونؤمن ونلمس بأننا نمضي على الطريق الصحيح ربما هناك بط بهذا الملف أو ذاك لكننا على المسار الصحيح أما من جانبنا فقد عاهدنا الله وعاهدناكم ونكرر مرة أخرى أننا لن نتهاون في الحصول على هذه الحقوق مهما كانت التضحيات وأعبر شيخ الخنجر عن ثقته الكبيرة برئيس الوزراء محمد شيع سوداني مشيدا بما يقدمه من جهود في ملف مكافحة الفساد وتعزيز العمل المؤسساتي في البلد وكل ناثقة بحكومة السيد محمد الشاع السوداني هذا الرجل الذي ينتمي إلى بيت من بيوت العراق الأصيلة ومن مشيخة مهمة في جنوب العراق وهو رجل من الداخل لا يحمل العقد وبعيد عن الطائفية ويريد الإصلاح الحقيقي في الدولة ويمضي بخطوات سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي نعتقد أنها متميزة عن كل الفترة السابقة من 2003 إلى الآن واجبنا أن ندعمه وهذا ما نقوم به نحن وأخواني في مجلس النواب وفي تحالف السيادة والآن بدأت عملية جديدة في إبعاد الفاسدين وإصرار كبير من دولة رئيس الوزراء على إبعاد كل الفاسدين ومحاسبتهم وعلى أن يتسنم المناصب من هم أهل لها من أهل النزاهة وأهل الغيرة والمهنية تفقد رئيس تحالف السيادة الشيخ أميس الخنجر الواقع الخدمي والمعيشي في عدد من مناطق الرمادي وخلال تفقده واقع الأهالي في منطقة زنجورة وجه شيخ الخنجر بتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد إلى العائلات لسيما تلك التي تضررت بسبب الحرب على الإرهاب كما وجه شيخ الخنجر بتكريم الأهالي وأكد أيضا العزم على تحقيق تطلعات أبناء الأنبار جميعا نرحب بالشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة على زيارته إلى منطقة زنجورة منطقة البعساف وتفقده لعوائل الأيتام والعوائل الفقرة وجزاه الله ألف جزاء نشكر الشيخ إن شاء الله خميس الخنجر على هذه زيارته إلى المنطقة منطقتنا بيهوائي ناس من الفقرة وبيهناس تعبان حيل وإجازارنا وما قصر إن شاء الله ويهج جميع وهوائي ناس اللي عندنا معوق اللي عندنا أمور التعبان والله خير التثير إن شاء الله إن شاء الله خير التثير نشكر على هذه الزيارة والله يفقه ويحفظه من جانبه ثمن الشيخ عبدالله بندر السعد إمام وخطيب جامع أبو موسى الأشعري في مدينة الرمادي مواقف رئيس تحالف السيد الشيخ خميس الخنجر لصلاح العراق والمجتمع في إقرار قانون العفو العام لإخراج الأبرياء وإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم أرحب وأحيي أن ضيفا عزيزا قد حل على أرضنا وعلى مناطقنا وعلى هذا المسجد المبارك رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر فإننا نثمن مواقفه التي يريد بها صلاح هذا العراق وصلاح مجتمعاتنا في إقرار قانون العفو العام لإخراج الأبرياء الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقي وأنه لا بد أن يكون هناك التزام بالعهود والمواثيق التي تم قطعها بإرجاع النازحين إلى أرضهم وإلى منازلهم فكل واحد منا عزيز عليه داره وعزيز عليه أرضه فإنه لا يريد أن يعيش إلا بأرضه الأخبار مستمرة في شأن آخر كدى وزير التجارة أثير داود الغريري أكد أن الكميات المسوقة من الحنطة فوق المتوقع والخزين مؤمن للعام القادم لافتن إلى أن الوزارة تستوعب ستستوعب كل المحصول وذكر الغريري أن مواقع التسويق بمحافظة كربلاء سوقت نحو 85 ألف طن إذ فاقت كمية المحصول التوقعات المقرر تسلمها خلال الموسم الحالي لافتا إلى قرب افتتاح مجمعات تسويقية كبيرة في محافظات عدة وفيما يخص مشروع البطاقة الإلكترونية قال الغريري أنه سيسهل الإجراءات ويقلل المراجعات والجهد والوقت هذا وعلنت وزارة التجارة دخول حملة تسويق محصول الحنطة مرحلة الذروة متوقعة انتاج 4 ملايين طن للموسم الحالي نعم عبد الرحمن وذكر المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون أن الحملة التسويقية مستمرة هي في محافظات الوسط والجنوب بالإضافة إلى كاركوك وعدد من محافظة الإقليم وضيفا أن أهم ما يميز أقول العام الحالي هو دفع مستحقات الفلاحين كاملة خلال 48 ساعة بعين الترقب والأمل يترقب الشارع العراقي الحراك التشريعي بخصوص مسودة قانون الموازنة مسودة يلاحقها العجز وحجم النفقات وترجحات بفرض رسوم على الوقود وكارتات الهاتف النقال لسد العجز المالي في الموازنة التي ستقر للأعوام الثلاثة المقبلة تقرن نتالي يرصد آخر المستجدات بشأن القانون لا يخلو حديثهم من شيء جانبي عن تفاصيل دقيقتهم وهم في موازنة 2023 بعين الترقب والأمل يرصد الشارع الحراك التشريعي بخصوص مسودة القانون مسودة يلاحقها العز وحجم النفقات وعدم استقرار لسعر النفط لتأتي الترجحات بفرض رسوم وضرائب على الوقود وأرصد الهاتف النقال مخالفة لتوقعات المنتظرين أغلب رواتب الموظفين هي غير كافية والقطاع الخاص اليوم معطل ثم تأتي هذه التحذيرات بفرض جباية جديدة ضريبة جديدة على المحروقات على المستوردات أنا أعتقد هذا سيجعل من السوق راكد أكثر وربما لا أستبعد حدوث انفجار وتظاهرات ردا على هذه القضية بإمكان اليوم البرلمان بإمكان من يضع الموازنة الذهاب إلى تقليل نفقات الرئاسات الثلاث الأرقام ما زالت غير متوازنة فباب المناقلات المالية مفتوح لم يغلق رغم أن الأياد رفعت للتصويت على أغلب فقرات الموازنة داخل اللجنة المالية التي ما زال طريقها باتجاه الحكومة والبرلمان سالكا حتى تثبيت التعديلات نحاول بعد الاستضافات وبعد وضع جداول للمناقلات أن نصل إلى الصيغة النهائية ومن ثم يتم التصويت عليها في داخل اللجنة المالية ومبعتها في مجلس النواب لكن بصورة سريعة وبصورة شاملة أنه وصلنا لمراحل متطورة ربما تتم مناقلة بعض التخصيصات من وزارات إلى وزارات موازنة تنمية الأقاليم حقيقة موازنة أيضا قليلة حجة أن الموازنة لدى المحافظات لن تصرف بشكل بنسب عالية ومع أن البرلمان لم يحدد سقفا زمنيا للتصويت على مشروع القانون غير أنه محكوم بموعد أقصاه قبل انتهاء الفصل التشريعي لتخريج الموازنة التي خضعت مباحثاتها حتى الآن لأكثر من عشرين اجتماعا من أجل تحديد صورتها النهائية على الحديد قناة الفلوجة بغداد للمزيد ينضم معنا الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني مرحبا بحضرتك دكتور ناصر بداية برأيك دكتور هل سيكون الشكل الأخير للنهائي للموازنة على شكله الحالي نستمر بقضية موازنة لثلاث سنوات أم سيعدل ذلك شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام بما يخص موضوع الموازنة لها ثلاث سنوات حقيقة أنا من الترافضين لهذا المبدأ حقيقة ردنا نكون موازنة فصلية وليس موازنة للمدة ثلاث سنوات طبعا أنا لا أعرف من جابوها أول مرة بتاريخ العراق تجينا موازنة للمدة ثلاث سنوات الغاية منهم يتحججون بأن تتأخر تأخير سبب تأخير الموازنة وكذا طبعا أنت برح تغير الأرقام نفس العملية توقع التهسد لماذا ستمشي نفس الأرقامية هم نفس العملية السنة القادمة هم رح نتكاتل على بوضوع الأرقام اللي بيناته خبوة توقع الأرقام مثل ما هي لا يبقى النفط بنفس الكميات اللي أنت تضخه ولا أيضا يبقى النفط بنفس السعر وما عندك إرادات غير النفط فإحنا المشكلتنا وبعدها إراداتنا كل اللي حصلها أيضا تذهب إلى دول العالم بأكمل إلى دول الجوار وغيره استيرادات تذهب يعني إرادات اللي يتجل تطلع كلها استيرادات بعدين نظل ما لا نهاية عندنا عجز مستمر يجب هناك لابد أن تفعيل القطاع الخاص لا يفعلنا القطاع الخاص كل شارة مصيرنا نهائيا وأيضا أنا صاحب مشروع حقيقة مشروع الأول اللي هو دلحشة على مليون وثمانمائة ألف وحدة سكنية مقسمة على 15 محافظة بواقع كل محافظة مئة وعشرين ألف وحدة سكنية والمئة وعشرين مقسمة على عشر مجمعات في كل محافظة راح تكون جيب خارطة المحافظة ونخليها بيها بعد نقطة في المحافظة بعدين نربطها بسكة حديد هذه المجمعات العشرة التي نشع عليها متكاملة الخدمات نضيفها منطقة صناعية وزراعية وبالحديث عن الخدمات هذه الخطط جيدة جدا لكن هل ترى على أرض الواقع دكتور أن الحكومة هل هناك مؤشرات على وجود موازنة موازنة خدمات موازنة استثمار موازنات تبتعد عن التشغيلية والنفقات الحاكمة شيء جديد يلمسه العراقية ده نحن حاليا حقيقة كل موازناتنا يدعي تثبت تشغيلية إذن وبعدين أنا عندي حاليا عندي 42% فقر عندي تحت خط الفقر 25% عندي سنوية يتخرج ملايق على 800 ألف طالب بكالوريوس يتخرج يعني عندنا الآخرين يعني وين ودي هاي البطالة وين وديها إذا ما نرجع مرة اللاق إذا نقول القطاع الخاص يتفعل القطاع الخاص كل شهرة ما يصير ونظل إحنا ما لا نهاية نستورد أيضا سنة اللاق إذا سعدنا 64 تريليون العجز قد يكون سنة اللاق رح يصعد أكثر من هذا الرقم هم ينضاف له قد يكون رقم مؤخر بقد إذا شوية أقل يعني مو معقولة إذا ما نهاية إحنا نستمر نفعلون القطاع الخاص إذا نحجي البطالة يعني معنات أنا أوقفت الاستيرادات اللي هي أكثر من 60 مليار دولار سنويا عندما تطلع من البلد طيب فكرة فكرة سدل بعض العجز من خلال استحصال ضرائب وإيجاد مزيد من الضرائب تختلف عن الحالية هل هذه فكرة سديدة برأيك؟ ليش هي الضرائب مش قد اللي يأخذوها حتى يسدود بهالعجز مش قد قيمتها ليش هنا عدنا عدنا ضرائب وعدنا أيضا على السرعة اللي إذا تدخل إذن كيف هل سدل العجز دكتور؟ سدل العجز هو رأي حد ديون نفس العمل رأي حد ديون ومرأة الأخرى رأي حد ديون إحنا خارجية وداخلية بعد ديون إحنا جد عدة ديون مطلوين الجهات اللي تطلب العراق بحدود 82 جهة 82 جهة دولية دا حتش عليها قسم منها 50% إذا ننطيها قصة 50% آخر إذا ننطيها فوائد فقط ما نقدر ننطيها لسد الدين هاي العجز الخارجي أما الداخلي أنتم معروفين عادتكم بترو دولار لحد الآن بصرة وغيرها كل المحافظات اللي منتجة للنفط ما محصل لشي لحد اليوم البصرة اللي إذا تشوف وضحها والناصرية والأعمارة والكوت والمناطق الأخرى بأكمله هذا من بغداد صعودة وليش ما في أعمار ما حد يعرف زي أنت تخصص لكل المحافظات 2.5% عفوة 2.5 تريليون 15 محافظة بـ 2.5 تريليون وتخصص إلى كردستار 12.6% بالإضافة إلى هذا العفوة النافط اللي يصدروا بالإضافة إلى المنافذ الحدودية المطارات الجباية الراتب وعليه مع وجود هذا الإجهار في توزيع الحصص للمحافظات برأيك في الأعوام المقبلة طالما نتحدث عن موازنة ثلاث سنوات هل تتوقع في الموازنة المقبلة سيكون هناك تعديل على الموازنة إن لم تثبت يعني مفعولها إذا صح التعبير لا خلونا بس يتلعبون بالأرقام الموازنات هي من بدايتها لحد الآن هي نفس الترتيب بس الأرقام تفرق السنوية نفس العملية كلها نفس الشي هي كوب بيست من 2005 لغاية اليوم وأن يمتلك كل الموازنات عدل 14 اللي ما أقرت وال20 اللي ما أقرت وال22 اللي ما أقرت نفس الموازنات دلح شي مثلا الإرادات اللي حققناها بال22 أشقد وينه فقط من النفط عنده 115 تريليون دولار 112 مليار دولار بس من النفط يعني تخيل هال 113 قد تحولها عدل أرش قد تطلع وينه تقول أنت جاي على ديون تقول على ماذر أنا ما أعرف على حقيقة أكون مشكلة كبيرة جدا ما أعرف شوني حال جوه وأنا ما أعرف أنا لست مع دائما الترقيع إحنا مدايتنا لحد الآن بس نشتغل بالترقيع ما يجينا حللنا مشكلة جذريا ما عندنا حلول جذريا شكرا شكرا جزيلا إليك دكتور ناصر الكناني الخبير الاقتصادي شكرا لك مرة أخرى يبدو أن جهود وزارة التجارة في الاستمرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين أسهمت بشكل كبير في خفض الأسعار واستقرارها في أسواق مدينة الرمادي مزيد عن هذا الموضوع نتابع في سياق هذا التقرير دعما للمواطن الفقير وتضييقا على تجار الأزمات وزارة التجارة تحافظ على توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل مستمر وبأنواع مختلفة ومن ضمنها بيض المائدة الذي وصل سعر الطبقة الواحدة إلى سبعة آلاف دينار أما الآن فلا يتجاوز سعرها أربعة آلاف نحن بادرنا بتوزيع السلة الرابعة من المواد السكر والزيت والرز والبقوليات ومعجون الطماطع مما أدى هذا التوزيع إلى استقرار السوق وتنزيل الأسعار في السوق المحلية كذلك قمنا بتوزيع مفردات السلة الغذائية الرعاية الاجتماعية كذلك توزيع مادة البيض المائدة هذا مدى إلى أسهام كبير تنزيل البيض يعني وصلت الطبقة إلى أربعة ونص أو أربعة لربع بالسوق المحلية المواطنون في محافظة الأنبار من ذو الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل أبدو ارتياحهم جراء توزيع البطاقة التموينية كاملة وفي وقتها المحدد كونها أسهمت في مساعدتهم واستغنائهم عن شراء مفرداتها من الأسواق وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها وزارة التجارة مدت يد العون لأصحاب الرعاية الاجتماعية من خلال تسليمهم حصة إضافية لمساعدتهم تضمنت الحليبة والبقوليات ومعجون الطماطم وغيرها من المواد الغذائية الأساسية من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة 38 ألف دون من زرعت هذا العام بالرقي والبطيخ في ناحية الأعظام بمحافظة ديادة ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة والفائض منه يصدر إلى محافظات عند تقريرنا التالي يتحدث عن تفاصيل الحصاد بعد أربعة مواسم من العطش والجفاف تراجع فيها الانتاج الزراعي إلى 40% اليوم بدأ موسم حصاد الرقي في ناحية سد العظيم والانتاج وفير لهذا العام بعد اعتماد الفلاحين على المياه الجوفية والسقاية بالتنقيط أبو هاشم أحد الفلاحين يروي لنا من مزرعته مميزاته هذا الرقي أهل العظيم مشهورة بالرقي رقي العظيم رقي العظيم ما فوقه رقي لا الرقي المستورد ولا الرقي الموجود المحلي في المناطق الأخرى اعتماد أهل العظيم اعتماد كله على الحنطة والشعير والرقي زراعة الرقي الآن أصبحت في ناحية السد العظيم بتقنيات حديثة اللي هو بالتغطير والجهد صار أقل 38 ألف دون من زراعة هذا العام بالرقي والبطيخ ومن المتوقع تجاوز المحصول 150 ألف طن عن ضعف العام الماضي ليسهم في توفير الاكتفاء الذاتي للمحافظة والفاء ضمنه يصدر إلى محافظات حدها يوفر فرص عمل لكثير من أبناء ناحية سد العظيم مقارنة مع المواسم السابقة التي عانت فيها ديالة من شعات البيان والجفاف الشديدين الحقيقة زرعت مساحات في ديالة تقدر بـ 18 ألف دونب من هذين هذه الكمية تحقق الاكتفاء الذاتي لمحافظة ديالة والكميات الفائضة منها تسوق إلى بغداد وبق المحافظات ورغم نجاح الخطة الزراعية فإن الأسواق المحلية تشهد تدفق محصول الرقي المستورد بأسعار أقل بكثير من المحلية مما قد يتسبب بخسائر للفلاحين خصوصا مع الارتفاع المستمر للأسمدة وقلة دعم الفلاحي من قبل للحكومة تورد أثر علينا بشكل يعني 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 سيارة الرقي علينا نجاح نبيع 150 و200 وهي تطلع 15 وزنة 14 وزنة فنحن نطالب من الحكومة المحلية يسدوننا الحدود حتى في سبيل نحن نستفاد يدعمون المحصول المحلي وقد تستطيع تمييز رقي ناحية سد الأعظام من خلال الطعم والرائحة التي يمتلكها والتي تجعل الإطبال عليه يرتفع في الأسواق العراقية خلال هذه الأيام من كل عام من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة في موضوع آخر أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال أحد المطلوبين من أفراد عصابة الرومية في محافظة ديالة قال الجهاز في بيان إن المدعو حسن طلال محمد ارتكب أعمال إرهابية عدة بحق مواطنين ومنتسبين في أجهزة أمنية منها عمليات خطف واغتيال وزرع عبوات ناسفة لافتا إلى أن اعتقاله جاء بالتنسيق مع قوة من فرقة الرد السريع ضمن متابعة الجماعات المنحرفة والخارجين عن القانون ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على مجموعة تسمي نفسها جماعة القربان في محافظة ذيقار نعم وقبضت مفارز الوكالة على أربعة متهمين مما تسمى جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذيقار مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وأيضا إحالتهم إلى الجهات المعنية محلياً وبعد قرار رئيس الوزراء تثبيت المحاضرين وفق القانون ثلاثمائة وخمسة عشر شرعت أقضية محافظة الأنبار بإجراءات تثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من الجهد والتعب الذي لاقته هذه الشريحة فيما أكد مدير تربية الفلوجة أنها وحدها تضم نحو أربعة ألاف محاضر ومحاضرة أكمل إجراءات تثبيتهم بنسيابية بعد صدور القرار الوزاري بتثبيت المحاضرين على قرار 315 تثبيتهم على الملاك الدائم باشرت المديرية العامة لتربية الأنبار بتوجيه كافة الأقضية في عملية التثبيت تمت في مدينة الفلوجة المباشرة بتثبيت الملاكات بتثبيت المتعاقدين على الملاكات الدائمة يوجد هناك أكثر من أربعة آلاف أربعة آلاف ومئة وكذا من المحاضرين والإداريين يعني من التربويين والإداريين تقوم على وجبات إرسالهم إلى المراكز الصحية لأجل الصفحة وتكملة باقي الأوراق والمقابلة بمعدل 150 إلى 200 شخص يومية باشرت اللجان في قسم تربية الفلوجة بإجراءات تثبيت المحاضرين بعد صدور الأمر الوزاري الخاص بتثبيتهم وكما تلاحظون هذه العملية تتنبن سيابية بنظام كامل والحمد لله بلا مشاكل وأيضا بتوجيه تسهيل إجراءات تثبيتهم وأصدار الوثائق الخاصة بهم وحاليا يتم إصدار وجبات يوميا بعد انتفاء الحاجة الأمنية إليه أصبح ساتج صمراء الأمني عائقا أمام الأهالي المدينة لتتفع المطالبات بتحويله أو رفعه من مكانه مؤكدين أنه يقتطع الآلافة من قطع الأراضي السكنية التابعة للأهالي سور صمراء الأمني بعد أن كان سببا في حفظ المدينة أصبح اليوم سببا في تضييق الخناق عليها بعد استقرارها أمنيا أكثر من عشر سنوات مرت وهذا السور يحيط بالمدينة وبقرابة ثمانية آلاف قطعة سكنية خارجه قسم منها تعود لمواطنين وقسم منها في طور التوزيع لمستحقها الذين يسمعون منذ مدة برفعه أو إزاحته ولكن دون تنفيذ حقيقة هذا الساتر صار لأكثر من عشر سنوات يقطع أوصال المدينة ويضرب عليها طوق أمني اليوم بعد عشر سنوات مرور على وضعه هناك كثير من القطع الأهالي هناك كثير من الأراضي البلدية التي لا تستطيع تمنحها للمواطنين اليوم الساتر انتفت الحاجة إلى بعد استبتاب الأمن وفرض الأمن في مدينة سامراء الحقيقة اليوم هناك مطالب كثيرة بإبعاد الساتر وحسب ما علمنا هناك تخصيصات مالية قد أقرت له الحكومة المحلية أكدت أن إجراءات رفع السور مستمرة وقد استحصلت الموافقات الأمنية وتم تحويل مبالغه إلى تخصيصات الأمن الغذائي ولم تبقى سوى إجراءات إدارية تتعلق بالمحافظة لإعلان إحالته وستتم المباشرة بتحويله قريبا كإدارة محلية تابعنا هذا الملف وأكملنا كل إجراءات المتعلقة بالموافقات وضم النظم من تخصيصات الأمن الغذائي وهو صدق من قبل وزارة التخطيط لم يبقى شيء في مدينة السامرة ننتظر أن تكون هناك إجراءات تخص محافظتنا محافظة صلاح الدين وبلا شك المحافظة معطي اهتمام كبير بهذا الجانب بانتظار أن يذهب إلى الإعلان والتفاصيل الأخرى إنهاء عسكرة المدن وتفعيل الجهد الاستخباري أفضل من ابقاء هذا الجدار الكونكريتي الذي يطوق المدينة من ثلاث جهات وتبقى مبالغ الأمن الغذائي أمل أهل المدينة الوحيد في زحزحته من أمامهم من صلاح الدين براك العان قناة الفلوجة بمشاركة محلية ودولية واسعة احتضنت محافظة كاركوك في قاعتها المركزية ملتقى الشباب القيادي حيث افتتح وزير الثقافة رفقة محافظ كاركوك أعمال هذا الملتقى الذي يستمر ليومين التفاصيل في هذا التقرير لأنهم الأساس في بناء وتنمية المجتمع احتضنت كاركوك ملتقى الشباب القيادي بدورته الرابعة مشاركة مدربي تنمية بشرية من الأردن وفلسطين والكويت وبدعم مباشر من محافظ كاركوك والأكاديمية الدولية للتنمية العطاء الفكري والسلم المجتمعي أبرز ما استهدفه المشاركون هنا نسعى دائما إلى مشاركة الشباب والأخذ بأيدي الشباب إلى الأمام في كل النشاطات اشراك الشباب الحقيقة وتنمية قدراتهم على آلية صنع القرار تعزيز جسور الثقة بين الشاب والمجتمع النظرة إلى الشباب على أنهم صنع المستقبل لقاء الشباب من كل المخونات في كاركوك مع شباب من كل أرحان العراق أمر مهم جدا في إشاعة التعايش السلمي أيضا أعطاء دور للشباب في ممارسة دورهم في تهيئة كادر يستطيع اتخاذ قرار أيضا التفاعل مع نوائر الدولة بنفس الوقت لمدة يومين تستمر أعمال الملتقى الذي تضمن رسائل وفعاليات إيجابية لدور الشباب في الحفاظ على النسيج الاجتماعي لهذه المدينة رغم كل التحديات التي واجهتها استضافت محافظة كاركوك ملتقى الشباب للقيادة هو الأول من نوعه بتاريخ كاركوك المعاصر أن كاركوك تستضيف في مبنى المحافظة وفي قاعتها الجديدة هذا الملتقى هو دليل الأمن والسلام والنجاح والمشاركين من جميع محافظات العراق ومن مكونات كاركوك الكريمة من الشباب الواعد من الشباب الذي له أثر وله البصمة في رسائل في تعزيز المواطنة في تحقيق الاندماج المجتمعي كاركوك أثبتت اليوم أنه هي بها طاقات شبابية جبارة وطاقات عملاقة ممكن استثمارها بكافة المجالات وعلى مستوى الفئات ومن كل القوميات نطلع مننا بأفكار ممكن تفيد المجتمع على مستوى ناشطين مدنيين على مستوى إعلاميين على مستوى مؤثرين بالسوشيال ميديا وعلى مستوى الفرقة التطوعية اللي هم بصراحة سبب من أسباب نجاح هذا الملتقى للشباب قوة اجتماعية واقتصادية يمكنها أن تنهض بالمجتمعات فهم ثروة حقيقية للانطلاق نحو الازدهار والتقدم دور فاعل لهذه المدينة في ريادة الشباب بجميع مكوناتهم احتفاء كما ينبغي بالفئة الأكثر تقبلا للتغيير من كاركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة مشاهدين الحصاد انتهي إليكم أبرز مجاة قمة القادة العرب تختتم أعمالها في جدة وتشدد على تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات من جدة السودان يدعو الاحتواء الأزمة وإنهاء توترات عبر العمل العربي المشترك كل ناثقة بنزهة السودان يقول الشيخ الخنجر ويؤكد لن نتنازل عن حقوق أهلنا تقلبات النفط توسع عجز الموازنة والشارع يحذر من الضرائب ستزيد النقمة الشعبية وبعد أربعة مواسم من العطش في ديالة الأمطار تنعش حصاد أبرز محاصيل العظام المزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم متابعتنا عبر مواقع الفلو إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر